كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط هالة السعيد لاستعراض عدد من الملفات خلال الاجتماع تم استعراض أجندة اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي والتي ستعقد بداية الأسبوع المقبل كما شهد الاجتماع أيضا عرض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة حقيقية للإجابة عن كل الأسئلة والملفات الاقتصادية المثارة